ويقولك ايه اصلي فيه جملة كمان يا كابتالي وانت بقى ردلي عليها يقولك اصلي المنتخب يتحرر لما صلاح بيخرج دي مشكلة صلاح وانا مشكلة اللاعب اللي كل شوية دور على محمد صلاح يديره كل لا هو اللي بيقولوه ده صح بس برضو المخسم بيتحرر كتر في عدم وجود صلاح الله عليك صح دي يعني ولما اللعبها بتتحرر هي بتتحرر ليه انا دايما بحس سواء معاكو او بليكو بعاديكو اللاعب وانا متأكد دي مش تعليمات منك والتبرة يبقى فيه مثلا واحد فاضي تماما وصلاح وراء اربعة خمسة خدها صلاح بقى ما انت بتعليم فاربول تسلك بالضبط عشان كده الدغوط كلها كريم على صلاح مش على بقية اللعيبة النهاردة الدغوط كلها كرت على اللعيبة وعلى صلاح وعلى كل ففي وجود صلاح انت كل الناس عايزة يعني لو صلاح ما جابش جون او صلاح ما لعبش فكل اللوم على محمد صلاح يا جماعة احنا يعني واخدين الامور طب اقولك حاجة محترام يعني احنا بنتكلم هنا صلاح طب ورياض ميحرس في الجزيرة منتخب الجزيرة طب زياش طب مان ايه لا احنا هنا الاعلام شوية بزيادة بندخم الامور وبنحط الامور زي عشان شوية بقولك صلاح لو لعب للاهل او الزمالك كدش الامور هتروح بالشكل ده وجهة نظري والله ده انا باتفق معاك فيها مليار في المية مليار في المية هو فعلا والغريب انه ما وصلها ده لعب منتخب مصر ربعا فتتخيل لو ايه عشان ما لقبش قاله زمالك فانت ما تسندوش قوي تسندو ايه عشان بلعبه منتخب مصر بالزبط لا انا شفت بصراحة بعض العالميين وبعض الناس بصراحة الكلام جارح شوية وبزع لنا من الحاجات دي ايوه لان اي حد بيتمنى تشيرت منتخب مصر ده تشيرت تقيل ومش اي حد يلبسه وشرف لها اي حد انه ياخد بطولة وانا نفسي اللعيبة دي كلها لانه ما اخدوش بطولة طولت قوم افريكيا نفسي ياخدوها لانه اللي انا حسيته انا نفسي هم يحسوه وبتمنى لهم الخير وبتمنى لهم انهم ربنا يكريمهم يكسبه وتمنى كمان لصلاح لان دي اللي تنقص محمد صلاح زي اللون برضو عن نني وانا اتكلمت معاك قلتلك ان نني اه مش في مستويات ونني ملعبش في الارسل بشكل كبير جدا ولكن من افضل اللعيبة في نص ملعب في العالم اللي ما تجبلوش ميز باص انه ماعملش باص غلط ايوه فده اديله في الاستحواز يعني هو النهاردة كان وهو كالاس كسبان وكان هينزل النني لو حد خباله يعني عشان ياخد دي ياخد دي ينزل بقى لتلات اربعة خمس ده ياخد الاستحواز يمسك الكورة فهي دي ده فكر بقى مدربين ده فكر مدربين عشان كده بقولك هو النهاردة اه هو هو كمدير فني فيتوريا هو مضغوط وما ينفعش يبقى مضغوط بالشكل ده لانه هو المفروض انه هو على يعني مدرب كبير جدا ولكن بالنسبة له الامور في افريقيا بتبقى مختلفة شوية مستويات اتغيرت عكس ما هو كان بيعاب مطشاته الدية وانا قلت لك كريم قلت لك احنا المطشين اللي عبنيها موضغط فيه مبارات الجزائر ومبارات تونس المستوى كان متقارب في الموراة اللي عبنيها صح